تستمر معاناة النازحين من الموصل على الرغم من مرور عامين منذ انتهاء المعارك في المدينة المنكوبة أكثر من مليون شخص نزحوا من المدينة إبان الحرب التي دمرت نحو 65% من المنازل فيها عاد منهم ما يقرب من النصف فقط ليواجهوا واقعا خطرا هو أشبه باستمرار الحرب في المدينة فالألغام والمتفجرات المنتشرة في أرجائها بصورة عشوائية تحصد أرواحهم وأرواح أبنائهم يوما بعد يوم حتى أن بعض التقارير وثقت ما متوسطه 40 حادثا أسبوعيا في جميع محافظات العراق وبالطبع فإن محافظة نينوى ومركزها في الموصل يصيبها القدر الأكبر من هذه الحوادث في المقابل فلا يزال أكثر من 500 ألف نازح أكثرهم من سكان الجانب الأيمن من الموصل يعيشون في مخيمات النزوح وفق تقديرات الأمم المتحدة ومنظمات أخرى إنسانية وحقوقية هؤلاء لا سبيل لديهم في العودة إلى مناطقهم في الجانب الأيمن الذي شهد أعنف المعارك في المدينة وأشدها فلا يزال ذلك الجانب من الموصل يزدحم بالمتفجرات والعبوات غير المنفلقة من مخلفات الحرب فيما يشبه حقل ألغام ضخم بينما دمرت البنية التحتية الحيوية مثل المدارس والمستشفيات والطرق والجسور ولا يبدو أن هناك اهتماما أو رغبة حكومية في إنجاز أي قدر من إعادة إعمار المدينة المنكوبة ما يرجح معه استمرار مأساة النازحين لعدة سنوات قادمة وبحسب تقارير لمنظمات إنسانية دولية فإن حكومة بغداد ربما تخلت عن النصف الغربي من الموصل مبررة ذلك بنقص الموارد وعدم وجود توافق سياسي قادر على تنظيم عمليات إزالة الألغام والأسلحة وإعادة بناء المدينة ما ينذر في رأي محللين بكوارث اجتماعية وأمنية كبيرة من شاؤها شعور مئات الآلاف بالظلم والقهر الاجتماعي والسياسي في وطن تحكمه سياسة طائفية مقيتة لا ترى سوى مصالح حكام المنطقة الخضراء على حساب مصالح العراق وشعبه